سيارة صاروخية اخترعها القذافي بنفسه وأشرف على تصميمها وابتكارها وتجهيزها كي يقدمها كهدية لأفراد الشعب الليبي لتمنحهم الرفاهية والراحة والأمان السيارة هي سيارة صاروخ القذافي وكانت أوشكت للخروج إلى الواقع لولا وقوع الأحداث في ليبيا والتي أصفرت عن رحيل العقيد الليبي معمر القذافي عن حكم الجماهيرية فتعالوا معي كي تتعرفوا على قصة سيارة صاروخ القذافي العجيبة وكيف صممها القذافي بنفسه وما هي إمكانيتها الرهيبة والمذهلة وما هو مصيرها النهائي من خلال هذا الفيديو الشيق كان القذافي ينوي بناء مصنع مخصص لإنتاج سيارته الصحراوية النفاثة التي قدم نموذجا أوليا عنها للجمهور في الاجتماع السنوي لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1999 غير أن المشروع توقف بعد مقتله كانت تصرفات وتروحات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مثر جدل في مختلف المجالات ولم يترك أمرا إلا وخاض فيه تجارب محاولا ربما تمييز نفسه عن الرؤساء والزعماء الآخرين ففي عالم السيارات مثلا صمم القذافي سيارة اشتهرت باسم الصاروخ وهو المشروع الذي لم يجد الوقت الكافي ليكتمل بسبب رحيله عام 2011 صمم القذافي المركبة عام 1999 احتفالا بالذكرى الثلاثين لما كان يسمى بثورة الفاتح التي أوصلته إلى الحكم ونفذت شركة تيسكو تي اس اس بي اي الإيطالية السيارة وتوفرت فيها جميع وسائل الراحة والأمان والقوة والسرعة وصميت بالصاروخ لأن شكلها شبيه بمقدمة الصاروخ كانت السيارة التي يبلغ ثمنها مليوني يورو تتسع لخمسة ركاب وزجاج نوافذها معتم عاكس للضوء وطولها نحو سبعة عشر قدم وعرضها ستة اقدام وتعمل بمحرك ست سيلندر ساعة ثلاث لترات يولد قوة قدرها مائتين وثلاثين حصان V6 بقوة مائتين وثلاثين حصان مع ثلاثة لترات من الإزاحة وهو يعطي السيارة تسارعا من صفر إلى مائة كيلومتر في الساعة في سبع ستوان وكان سعر المحرك حينها نحو خمسين ألف يورو والسيارة الصاروخ كانت مزودة بنظام دفاع كهربائي متكامل وإطارات خاصة تمكنها من السير لأميال حتى مع وجود إطار تهلف لتتناسب مع البيئة الصحروية والقاسية في ليبيا حيث قال القذافي عن مقدمتها المدببة إنها تجعل السيارة أكثر أمان بينما كان الداخل مجهزا بالكامل من الرخام والجل الطبيعي والأقمشة الليبية وقال عنها القذافي حينها إنها سيارة عقيبة ملساة تحمل نمط سيارة جيمس بوند وأكثر ما يميزها هو الأمام والخلف الذي يتخذ شكل الصاروخ إضافة إلى نظام دفاعي إلكتروني وآخر ضد صدمات لحماية الركاب ويقال أنه خلال تنفيذ هذه السيارة والتزم الفريق التقني التابع لتيسكو تي اس أفكار المصمم لإنتاج السيارة المثالية كما يريدها وكان القذافي ينوي بناء مصنع مخصص لإنتاج هذه السيارة بالتعاون مع شركات السيارات الإيطالية لطرحها بالسوق الليبي غير أن المشروع توقف بعد مقتله وحتى الآن تتضارب المعلومات اليوم حول مصير هذه السيارة والجدير بالذكر أنه تم تقديم نموذج أولي للجمهور في الاجتماع السنوي لمنظمة الوحدة الإفريقية في أيلول سبتمبر عام 1999 وفي النهاية برأيكم ماذا كان سيصبح مصير تلك السيارة إن استمر القذافي في حكم ليبيا حتى الآن